النهاردة بازن الله هناخد مراجعة على اكتبار شهر نوفمبر اول فرع فرع الجبر تاني فرع فرع المنزل. مراجعة تاني اعدادي على اكتبار شهر نوفمبر. اول سؤال معنا اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المقطعة. مجموعة العداد البقية عبارة عن ايه? طبعا هي عبارة عن النسبية اتحاد الغير نسبي. طبعا مش موجودة هنا. ولكن هو كاتب لك الكلام ده في صورة فترة. بتكافئ الفترة المفتوحة سالب ملا نهاية الى موجب ملا نهاية. يبقى الاجابة عندك هتلاقيها جيد. المعكوس الضربي لجدد جزر اتنين على ستة. هو ايه? المفترض عشان تجيب المعكوس الضربي انك بتقلب الكسر. يبقى المفروض هو ستة على جزر اتنين. لما تبص في الاختراط مش هتلاقيه. لازم تتخلص من الجزر اللي موجود في المقام. كيف ازاي بتضرب في الجزر اتنين على جزر اتنين? الجزر اللي موجود في المقام بتضرب فيه بسطة من المقام. ستة في جزر اتنين بستة جزر اتنين. وجزر اتنين في جزر اتنين باتنين. بيظهر ان الستة تبقى الاسم على الاتنين فيها التلاتة. يبقى الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها التلاتة. يبقى يصبح في تلاتة جزر اتنين دي ابسط صورة. يبقى المركوس الدار بالعادة لجزر 2 على 6 هو 3 جزر 2 يبقى اللي جابة عندك كارتون با نمر الثلاثة نجم الكورة طول قطرها 6 سنط بيساوي كم سنتيمتر مكاعد لازم نكونوا حافظين القانون طب حجم الكورة بيساوي ايه بيساوي 4 على 3 باي نقطة كعيب طبعا احنا هنجيبها بدلالة باي لان اللي جابات كلها فيها باي ايه هو بقول لي تقول قطرها 6 يبقى نقب كام يبقى نقب 3 نص الستة 3 يبقى المجم بيساوي 4 على 3 باي مضروبة في نقب تكعيب 3 تكعيب ب27 ممكن اكتفع على طول 27 بتقبل اسم الى 3 في اختصار الى 3 في الواحد على 3 فهتسبب 4 في 9 ب36 يبقى اصبح المجم بيساوي 36 30 باي سنتيمتر مكمب يبقى اللي جابات داك هتلاقيها جيب السؤال الثاني اكمل ما يقدي مكعب تنحرفه اربعة سنتيمتر عايز يحسب مساحة الكلية مساحة الكلية المكعب هي سبتة لم تربيه ممكن تجيب مساحة تواجه واحد اللي هي لم تربيه مضروه في سبتة لانها سبتة بستة اوجه يبقى اصبح ستة في اربعة تربيه في ستة عشر ستة في ستة بستة وتلاتين وستة في واحد بستة وتلاتة تسعة يبقى اصبح المجم بيساوي 96 سنتيمتر مربع محتاجين نكتب مرافق العدد واحد على جزر ثلاثة نائز جزر اثنين ممكن تكتبه على طول جزر ثلاثة زائد جزر اثنين بس المفترض لما هتجيب المرافق لازم تبصت ده الاول فلما هتبصت العدد هيبقى عندك ممكن بسطله على جنب واحد على جزر ثلاثة نائز جزر اثنين بنضرف في المرافق المقام بسطاً مقامran اللي هو France ثلاثة زائد جزر اثنين على جزر ثلاثة زائد جزر اثنين انا كده بنبسطه يبقى هيدي جزر ثلاثة زائد جزر اثنين على لا. مربع جزر تلاتة تلاتة. مربع جزر اتنين باتنين. يبقى تلتة ناقص اتنين واحد. يبقى اصبح بجزر تلاتة زائد جزر اتنين. انا عايز اكتب المرافق بتاع ده. كده هو في ابسط صورة. طيب مرافق جزر تلاتة زائد جزر اتنين هو ايه? هو جزر تلاتة ناقص جزر اتنين. نمر التلاتة. ازا كان سين تربيع بيسوي تمانية على تسعة. انا عايز كمية سين في ابسط صورة. عشان تجيب كمية سين هتاخد الجزر للطرفين. يبقى اصبح سين بتساوي. موجة بقى وسالب. عن دقبتين هنا لانه المعدلة اربعية. جزر تمانية على تسعة. ممكن تبسطها شوية. يبقى سين بتساوي. موجة بقى وسالب. جزر تمانية على جزر تسعة بتلاتة. طيب. يبقى سين بتساوي. ممكن تبسط جزر تمانية. احنا اخدنا جزر تمانية ممكن نبسطها لجزر اربعة في اتنين. يعني ان نقدر مكتبها اتنين جزر اتنين. يبقى اصبح سين بتساوي موجة بقى وسالب اتنين جزر اتنين على تلاتة. هي كده في ابسط صورة. لان هو طلبها هنا في ابسط صورة. يبقى بتساوي موجة بقى وسالب اتنين جزر اتنين على تلاتة. بعد كده مديني مقدار بقول لي بسطه. ممكن تبسط في اللي واحدة اللي واحدها. ممكن ان احنا نشتغل فقط واحدة. الافضل انك تشتغل فقط واحدة. بس انت عندك عدد كبير اللي هو مية اتنين وستين ده. هتفاول تحلل المية اتنين وستين. او تكون حافظة على طوق. المية اتنين وستين هتلاقيها تبقى الاسم على اتنين. طب فيها الكام. ستاشر على الاتنين فيها التماني. واتنين على الاتنين فيها الواحد. يبقى واحد تمانين في اتنين. هقدر اقول له المقدار اللي عندي ده بيساوي. اتنين جزر تمنتاشر. تمنتاشر تسعة في اتنين. زائد. الخمسين خمسة وعشرين في اتنين. زائد تلت مضروف في واحد وتمانين في اتنين. خلاص هنبدأ نبص. طبعا مواضح جدا الجزر السائد عندي هو جزر اتنين. يبقى التسعة تطلع من جزر كان بتلاتة. هتنرفل اتنين تبقى ستة. يبقى هنا عندي ستة جزر اتنين. زائد. خمسة وعشرين تطلع من جزر بكمسة. خمسة جزر اتنين. الواحد تمانين هتطلع بتسعة. لو جيت على جنب كده التسعة هتنضرف في تلت. يديك تلاتة. بص على التلاتة فالواحد على التلاتة فالتلاتة. يبقى زائد تلاتة جزر اتنين. طبعا كلهم بالزائد. يبقى جزر اتنين زي ما هو ستة وخمسة احداشر. احداشر وتلاتة طبعا هديك اربعتاشر. يبقى اللي جابة في ابسط صورة هي اربعتاشر جزر اتنين. السؤال التالي سؤال على الفترات. هو مديني سين ومديني ساقط. وعايزين الاتحاد والفرق. عشان نبدأ نحال بفضل ان احنا نرسم خط الاعداء. هنمسل الفتر قولة فوق الخط. والفتر التانية تحت الخط. بالنسبة لسين عندي سالب واحد واربعة. يبقى سالب واحد على الشمال. كل مالك فترة مولاقة. سالب واحد على الشمال. واربعة على اليمين. وهنبتدي نظل ما بينه. انا كده مثلت الفترة الاولانية. اللي هي مين? اللي هي سين. وهنيجي تمثل الفترة التانية. الفترة التانية تلاتة مجملة نهائية. التلاتة ما بين السالب واحد والاربعة. وبعد التلاتة مولاقة. وهنتجه نحية الشمال. او ده انا ننتجي نحية المين. لان انا عندي موجب مال نهاية. هتاجي نحية المين كده. اهي. قدد فترة التانية. تقدر كده تجيب اللي هو محتاج. هو محتاج الاول عايز سين. اتحاد صاد. سين اتحاد صاد يبقى تاخد الفدود. من اثر الحاجة الاكبر منها. اثر الحاجة سالب واحد. اكبر حاجة موجب مال نهاية. يبقى الفترة سالب واحد مولاق وموجب مال نهاية. بعد كده عايز صاد فرقسين. صاد فرقسين يبقى انت بتسأل نفسك. ايه الحاجات اللي تزليت تحت وتزليتش فوق? عندك من اول الاربعة. وموجب مال نهاية. بس لدي مشكلة. ان العنصر اربعة ده تزلي فوق وتحت. وبالتالي هنفتحه بالنسبة للفترة. يبقى صاد فرقسين بسوي اربعة فتوحة. وموجب مال نهاية. السؤال التالي اختر الاجابة الصحيح. متوادي مستطيلات ابعاده. جزر اتنين دي موجودة في كتاب مدرسة. وجزر تلاتة وجزر ستة. محتاجين نجيب العجل. عجل متوازن مستطيلات بيسوي احقاص لدربة ابعاده التلاتة. يعني جزر اتنين في جزر تلاتة في جزر ستة. بعض الناس تقول لها جزر اتنين في جزر تلاتة بجزر ستة. وبعدين جزر ستة بجزر ستة تطلع بستة. يبقى الاجابة عندك ستة. بعض الناس تقول لك انا ممكن اعملها بطريقة تانية. هكتب علامة الجزر وهضرب اتنين في تلاتة في ستة. اتنين في تلاتة بستة. ستة في ستة بستة وتلاتين. جزر بستة وتلاتين برضو هيطلع لك كامل. هيطلع لك ستة. يبقى الاجابة عندك هتجد ايها جين. مجموعة فرق فاطرة. المجموعة تمانية وتسعة وعشرة. خد بالك ان عندي العناصر تمانية وتسعة وعشرة على ماديش اجاعة ما بينهم. وهنا من عندي من ثمانية لعشرة. ايه هي الموجود هنا ومش موجود هنا. من تمانية للعشرة. هت vibe كل العناصر. من اول تمانية لغاية عشرة. هتلاقيك خد برضو الاية? العناصر الموجودة هنا بس. اعيزي التمانية والتسعة والعشرة. هتلاقي اصلا ما فيش موجود. الموجود هنا موجود هنا. بس في حاجة. تمانية هنا هتلاقيها مزلالة. لو انت لو هتزليلهم هتلاقيها مزلالة كده. والعشر هتلاقيها مزلالة. ولكن هنا الفترة مفتوحة. وبالتالي التمانية هنا هتلاقيها مفتوحة والعشر مفتوحة. لو انت هتمثل الفترة دي. وبالتالي هتلاقي العناصر الموجودة هنا. مش موجودة هنا. هم العنصران تمانية وعشرة. طب بالنسبة للتسعة. التسعة تبع موجودة معاك. الموجودة هنا وهنا. فمش هنختارها. وعيز بس الموجود هنا اوش موجود هنا. لازم انتمي المجمع الاولى ولا ينتمي للفترة التانية. يبقى هما الانصر وان تمانية وعشرة. يبقى الاجابة عندك هبدأ ايها به. نمر التلاتة. المعكوس الجامع للعدد جزر اتنين نايز جزر في عمسة. عشان تجيب معكوس جامع لأي عدد وهذا العدد اللي هو متنديه بتضربه في سالب واحد. لما تضرب في سالب واحد هيبقى عندك سالب جزر اتنين زائد جزر في عمسة. تبديه ممكن ترتبها. تبدلها احتفظ بالاشارة. يعني تقول له عبارة عن جزر خمسة نايز جزر اتنين. تبين جزر خمسة نايز جزر اتنين اهي. يبقى اللي جامعة عندك نتلاقيها بقى. السؤال التالي اكمل ما يأتي. المعيض الضربي في اه او في مجموعة العدد الفقية هو واحد. والمعيض الجامعي طبعا هو مين? هو صفر. ده نمط. جزر خمسة جزر عشرين جزر خمسة اربعين جزر تمانين بنفس التسلسل. طبعا برضو موجود في كتاب مدرسة. جزر خمسة ده ممكن جزر خمسة دعم موجود ايه. عشان يظهر النمط معاك ممكن انك تبسط. العشرين اربعة بخمسة. اربعات يطلب من عدة جزر باتنين يبقى انت عندك اتنين جزر خمسة. الخمسة واربعين تسبة في تمسة. يبقى بعد التبسيط يبقى تربدا جزر خمسة. الثمانين ستاشر في خمسة. يبقى اربعة جزر خمسة. طب ايبقى اللي بعده مين هنا جزر خمسة تين جزر خمسة يبقى بزاود جزر خمسة كل مرة. ثلاثة جزر خمسة اربعة جزر خمسة يبقى هنا المفروض خمسة جزر خمسة. لو كتبت خمسة جزر خمسة هتبقى سبقى برضه وليش مشكلة. ولكن خمسة جزر خمسة لو انا هسأل نفسي بتساوي جزر كام? اه يبقى الخامسة دي اصلاها كانت خمسة وعشرين. يبقى خمسة وعشرين في خمسة. تطلع بجزر كام? جزر مية خمسة وعشرين. هي يبقى القد اللي ناقص هنا هو جزر مية خمسة وعشرين. اللي بعد كده تجميع الجزر ممكن شابها. جزر التكعيب لاتنين زي دي جزر التكعيب لاتنين باتنين الجزر التكعيبي لاتنين. ممكن نقولها ازاي? لو قلت لك مسلا سين زائد سين. دي عبارة عن اتنين سين. كذلك لما اقول لك الجزر التكعيبي لسين زائد الجزر التكعيبي دي سين. وبدي معناها اتنين الجزر التكعيبي لسين. السؤال التالي. استوانة دائرية قائمة حجمات سمية اربعة وشرين سنتيمتر مكاعة. وارتفاعها ستة سنتي. عايز نسب المساحة الجانبية. طيب كلنا فاكرين القوانين الخاصة بالقوانين الاستوانة. لازم كنت مزينها كويس. المساحة الجانبية. عبارة عن ايه? لو فاكرين. عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع. محيط القاعدة باتنين باي نق. مضروف في الارتفاع اللي هو عين. هيظهر ان احنا هنقدر نجيب نق. وعين. يعني المتغيرات هنا نق وعين. لازم يكون عندي? انا عندي عين اللي هو الارتفاع. بس ما عنديش نق. يبقى ممكن اعوط هنا نقول اتنين باي يبقى اتنين في اتنين وعشرين على سبعة. طبعا هو مديكي القمة بتاعتها هنا. مضروبة في نق اللي انا مش عارفها بكام. مضروبة في الارتفاع اللي هو ست. طب انا لو عندي نق نقدر نجيب المساحة الجانبية ونكمل. طب هجيب المساحة الجانبية منين? من معملومة الحجم. كلنا عارفين ان الحجم عبارة عن باي نق تربيع مضروف في عين. الحجم بتسعمية اربعة وعشرين. وباي باثنين وعشرين على سبعة. مضروبة في نق تربيع مضروبة في عين اللي هو بستة. عشان تبسط دي او عشان تجيب نق تربيع طبعا هتاخد جزر لان اللي معندلة تربعية. هتضرب الطرفين في المعكوسات الجمعية اللي هو اللي اتنين وعشرين على سبعة وستة عشان تسهل موضوع على نفسك. يبقى هتضرب هنا في سبعة على اتنين وعشرين في واحد على ستة. وهتضرب هنا برضو في سبعة على اتنين وعشرين في واحد على ستة. طبعا دول هيضيعوا خلاص الستة هتضيع دي والسبعة والاثنين وعشرين مع الاثنين وعشرين والسبعة دول. يبقى اصبح نق تربيع عبارة عن تسعمية اربعة وعشرين مضروبة في سبعة على اتنين وعشرين مضروبة في واحد على ستة. الالة الحزبة هتختصر دي بالالة الحزبة تطلع لك تسعة واربعين. يبقى على طول نق بتسوي كان بتسوي سبعة سنتي. انت كده جبت نق. بقى ايلك بس تاخد النق وتعود به هنا. يبقى اصبح اتنين في اتنين وعشرين على سبعة في سبعة. في ستة. طبعا سهلة جدا تختصرها. السبعة هتروح مع السبعة. يبقى اتنين في اتنين وعشرين في ستة. اتنين في اتنين وعشرين باربعة واربعين. مضروبة في ستة. ستة فاربعة باربعة واشرين. ستة فاربعة باربعة واشرين. كمان اتنين يديك ستة واشرين. يبقى اصبح هنا في المساحة الجانبية بمتين اربعة وستين سنتيمتر مربع. السؤال التالي. ازا كانت الف بجزر ثلاثة زائد جزر اتنين. وباق بواحد على جزر ثلاثة زائد جزر اتنين. انا عايز قيمة المقدار الف تربية ناقص باق تربية. قبل ما تجيب قيمة المقدار ده. لازم الاول تبسط دول. طيب. الف متبسطة. لكن باق هي اللي مش متبسطة. يبقى اول قطوة تبسيت باق. باق بتسوي واحد على جزر ثلاثة زائد جزر اتنين. ازاي نبسطها. عشان تبسط دي خلاص حافظنا الكادية بتضرب في مرافق المقام. طب مرافق المقام ايه? جزر ثلاثة ناقص جزر اتنين. على جزر ثلاثة ناقص جزر اتنين. واحد في جزر ثلاثة ناقص جزر اتنين بجزر ثلاثة ناقص جزر اتنين. طبعا دي مربع الكمية الاولى تلاتة. مربع الكمية التانية اتنين. يبقى تلتة اتنين واحد يبقى يطلع جزر ثلاثة ناقص جزر اتنين. اصبح انت عندك باق وعندك الف. طبعا الف وباق كده مترافقان. وده هيسهل مهاجات كتير. عايز قيمة المقدار الف تربيع ناقص باق تربيع. خليك فاكر ان الف تربيع ناقص باق تربيع معناه. الف زائد باق مضروبة في الف ناقص باق. دي خدناها من سنة اولى. لازم تكون حافظها. الف زائد باق ممكن تجمعهم مجرد النظر. لما تجي تجمع الف مع باق هتلاقي الجزر اتنين بيروح معاك. يبقى هيديك جزر تلاتة زائد جزر تلاتة باتنين جزر تلاتة. في باق بكام الف ناقص باق برضو مجرد النظر. ده هتينزل زي ما هو والناقص هيخش على الجزر تلاتة. دي هتبقى سلبة وده هتبقى مجابة. يبقى هيديك اتنين جزر اتنين. ازاي تضرب اتنين جزر تلاتة في اتنين جزر اتنين. بتضرب الاتنين في الاتنين. تديك اربعة جزر تلاتة في اتنين بستة. يبقى تطلع اربعة جزر ستة بابسط صورة. بكده يبقى احنا انتهينا من الفرع الاول. تعال نشوف الفرع التاني اللي هو الهندسة. اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجبات المعطاة. مسلس متساوي الساقين. قياس احدى زاوية ستين. فاصبح هو المثلس نوع ايه? اه متساوي الاضلاع. عدد مساور تماثل هذا المثلس بيساوي كام? عدد مساور تماثل مساوي الاضلاع بيساوي تلاتة. يبقى الاجابة عندك باق. من امرت اتنين. ازا كانت جيم وباق تنتميان الى الف دال خط مستقيم. بحيس الف باق اكبر من دال جيم. الف باق اكبر من دال جيم. فانه هو عايز العلاقة ما بين دال باق والف جيم. طبعا عشان تجيب العلاقة ما بين دال باق والف جيم لازم تطيف باق جيم للطرفين. هنا. فانا بقول له هنا الف باق زائد باق جيم اكبر من دال جيم زائد باق جيم. تعال نشوف الاجابة هتديني ايه? الف باق زائد باق جيم. الف باق زائد باق جيم هيديني الف جيم. اكبر من دال جيم زائد باق جيم هيديني دال باق. طب هو عايز العلاقة ما بين دال باق والف جيم اهو. يبقى دالباع هت現وا من شمال يمين أقل من قلب جيم يبقى الإجابة هتكون أقل منه السؤال التالي مقارنة بين زوائي مسلس قلب باع جيم بديك قلب باع فخمسة وباع جيم بسبعة وعالف جيم بستة عايزي علاقة بين قياس زاوة آپ وقياس زاوة جيم تسأل نفسك الضالع المقابل لزاوة ألف هو مين هو باع جيم باع بسبعة والدلع المقابل لزاوة جيم Dannl هو الف باق. فين غايبين? طب الف باق بخمسة. طب يبقى هنا سبعة وهنا خمسة. يبقى كيزاوية الف وستطلع بسبعة. كيزاوية جيم وستطلع بخمسة. يبقى الف اكبر من مين? اكبر من جيم. يبقى الاجابة عندك هتكون الف. السؤال التالي. اكمل ما يأتي. المستقيم المرسوم من رأس مسلس متسلسة السقين. يكون عموديا على القعدة. طيب. مستقيم مرسوم من رأس مسلسة السقين. اخد بالك من نتائج ديت بتستنتج حكتين. يعني يبقى عند الحاجة بتستنتج حكتين. مستقيم مرسوم من رأس مسلسة مسلسة السقين. بمودي على القعدة وينصف زاوية الايه الرأس? وينصف زاوية الرأس. نمرة اتنين. ازا اختلفة طولة العين في مسلس. اهو. اختلاف الاضلاع. فاكبر هما في الطول تقابلوا. زاوية اكبر في القياس. زاوية اكبر. في القياس. الشكل المقابل. البابي سوى الف جيم. البابي سوى الف جيم. والف صاد. اكبر من الف سين. ايه العلاقة بين باء سين وجيم صاد. سهلة جدا. انا هبدأ بدي. الف صاد اكبر من الف سين. وعندي الف باء بيساوي. الف جيم. انا هكتبها الف جيم. بيساوي الف باء. ليه? عشان اعرف اطرح العلاقتين. بالطرح. يبقى اصبح الف صاد ناقس الف جيم. اكبر من الف سين ناقس الف باء. الف صاد ناقس الف جيم. الف صاد ناقس الف جيم. هديني جيم صاد. اكبر من. الف سين ناقس الف باء. هديني مين? هديني باء سين. يبقى جيم صاد اكبر من باء سين. وبالتالي باء سين اصغر من جيم صاد. يبقى هنا العلاقة هتلاقيها اصغر من. السؤال التالي. ده سؤال مهم جدا. وبتكررك في الاختبارات. عندك مسلس الف باء جيم. الف باء اكبر من الف جيم. يبقى خلاص. اذا يبقى اكبر من زاوية جيم. هو عايز يثبت ايه? عايز يثبت ان الف صاد صين اهي. اكبر من الف صاد. طيب. عشان تثبت ان زاوية الف صاد صين. اكبر من زاوية الف صاد. يبقى انت هنا هتحاول تثبت ان الف سين اكبر من الف صاد. وده مستحيل. لان هو هنا ما بيعتمدش على اطول الاضلاعة. فاحنا هنبقى بس علاقة ما بين الزوعين. احنا عندنا زاوية جيم. اكبر من زاوية باء. ممكن نسمي دي زاوية واحد ودي زاوية اتنين. العلاقة ما بين جيم واحد هتلاقى متساوية تين. ليه? بالتناظر. وضع التناظر. عندك توازي وقاطع. تناظر. وبرده اتنين بتساوي باء. طيب ما انت اثبت من شوية ان جيم اكبر من باء. يبقى واحد اكبر من اتنين. اهو. هو واحد عبارة عن الف صاد صين. واتنين عبارة عن الف صاد. انا هبدأ اقول وضع التناظر الاول. اقول كده بما ان. سين صاد. يوازي. باء جيم. اذا. قياس زاوية. ممكن نساوي هكده. زاوية جيم. بيساوي قياس زاوية واحد. وقياس زاوية باء بيساوي قياس زاوية اتنين. الوضع ده بالتناظر. ونسمي دي العلاقة واحد. هتقوله كده لكن. في المثلث. الف باء جيم. عندك ايه? عندك بما انه. الف باء اكبر من الف جيم. ده معضل. لانهم دولي اصل. اذا. قياس زاوية جيم. اكبر من قياس زاوية اتنين. خلاص من واحد واثنين. الجيم دي بتساوي مين? بتساوي واحد. اذا قياس زاوية واحد. بتساوي او اكبر من قياس زاوية مين? اه باء دي. نشيلها ونحط مين دي? اتنين. قياس زاوية اتنين. احلال. او تبديل. قياس زاوية واحد على الرسم بالف صد سين. اذا قياس زاوية الف صد سين. اهي. اكبر من قياس زاوية اتنين الف صد. الف صد. هو الف دال عمود على باع جيم. وباع جيم باربعة سنتي. وقياس زاوية باء الف دال بتساوي خمسة وعشرين. محتاجين نحسب قياس زاوية دال الف جيم. دال الف جيم. طبعا متساوي خمسة وعشرين. زي دي. بس لازم نقول السبب. السبب ان انا عندي مسئلة متساوي الساقين. وعندي عمود مرسوب من زاوية الرأس. يبقى بينصف زاوية الرأس. وكذلك بينصف القاعدة. معنى كده ان باء دال بيساوي دال جيم بيساوي اتنين سنتي. يبقى انت اجبت دال جيم. كل الكلام ده كلام شافوي. بتحل شافه بسرعة. ولكن اللي بياخد وقت معك او بياخد آآ كتابة معك هي الكتابة بايز دي تكتب خطوات العلم. يبقى هتقوله كده بما انى. الف باء بيساوي الف جيم. والف دال عمود على باء جيم. بتستنتج على طول ازا. الف دال. ينصف. زاوية باء الف جيم. باء الف جيم. اللي هي زاوية الرأس. وبالتالي ازا قياس زاوية. ده الالف جيم. ده الالف جيم. بيساوي قياس زاوية. باء الف دال. باء الف دال. بيساوي كذلك عندك دال منتصف. باء جيم. ازا دال جيم بيساوي. باء دال بيساوي نصف باء جيم. بيساوي اتنين سنتيمتر. السؤال التالي ايه الاجابة الصحيحة مبين الاجبات المعطاة. سين جيم صاد او سين وجيم صاد على استقامة واحد. ودي بخمسة وثلاثين ودي بخمسة واربعين. احنا عايزين نقارن ما بين زاوية سين جيم باء سين جيم باء يعني الخمسة وثلاثين ودي. والف جيم صاد الفمسة واربعين ودي. يبقى لازم اجيب كايزة وتقالف جيم باء. طيب قد هيقول لي مش نازم اجيب كايزة وتقالف جيم باء. طيب انت عندك الخمسة وثلاثين اقل من الخمسة واربعين. يبقى لو ضفت قالف جيم باء للطرفين برضو يبقى الطرف اللي هو سين جيم باء. هيكون اقل من الطرف الف جيم صاد. وبالتالي هتختار اقل من يبقى اللي جابة عندك باء. بعض الناس يحبوا اكدوا على اللي شوية. فيجيبوا قيازة وتقالف جيم باء للاول. يجمع دول ويطرح مية وتمين. يدلوا رقم. الرقم ده هيضيف عليه خمسة وثلاثين. هتلاقي اقل من نفس الرقم او نفس القياس لما يضيفه على الخمسة واربعين. وبالتالي هتختار اقل من برضو. نمرة اتنين اذا كانت جيم محور تماثل الباء. هتحاول ترسم دي. او جيم تندمي لمحور تماثل الباء. الباء يعني قطعة مستقيمة. هتحاول نرسمها. ونرسم لها محور تماثل. طب محور تماثل عبارة عن قط مستقيم. بينصف الباء. يعني الحتة دي قد الحتة دي. وده القط المستقيم ده بينصف وبيكون عمودي. على القطعة المستقيمة. طيب. فبالتالي عندي هو بقول لي ايه? جيم بتنتمي للمحور التماثل. خط جيم عند اي نقطة. ولتكن هنا مثلا. في النص هنا. بيقول لي الف جيم ناقص باقي جيم. الف جيم ناقص باقي جيم. طبعا هتلاقيهم متساوين في الطول. يبقى الفرق ما بينهم بيساوي سفر. يبقى اللي جاب عندك هتكون قلم. نمر التلاتة عندك مربع الف باقي جيم دال. او ترسم المربع. لو ما عرفتش ترسم مربع فيش مشكلة. انا ممكن تجاوب عن طريقة تفايل. بس بنرسم مربع الف باقي جيم دال. يكون باقي دال قط مستقيم. بيترسم باقي دال. قط مستقيم اهو. هاد القط المستقيم. يترى محور تماسل الليمون. اه. لو رسامت باقي دال هتلاقيه معمودي على الف جيم. طب ليه? عمودي على الف جيم وكزلك بنصفه برضو. لانتنا كدنا ان القطران في المربع بتلاقيهم متعامدان وينصف كل من هما الاخر. ومتعامدان وتسوين كمان. معنى كده ان باقي دال هو محور تماسل القطع مستقيمة. يبقى الاجابة عندك هتكون باقي. السؤال التاني. منصف زاوية الرأس في المسلسة السقيل. ليسه إليها من شوية. بيعمل ايه? هتقول له كده ينصف زاوية الرأس. ويكون عموديا على القاعدة. ويكون عموديا على القاعدة. اللي بعدها محتاج ترسم. مسلس سين صاد عين. سين عين اكبر من سين صاد. مش لازم ترسم. لانك بتدور على القرف الغائب عشان تقارم بين زاويتين. سين عين. يبقى الزاوية لقصاده مين زاوية صاد. هتلاقيها اكبر من زاوية لقصاد سين عين اللي هي زاوية عين. لو قاريتها من الشمال للمين هتقول زاوية عين اقل من زاوية صاد. يبقى العلامة هنا قل من. عدد محاور تماثل المثلس المختلف في الاضلع ليس له محاور تماثل. سألك على العدد يبقى تقوله الاجابة عندك بساو سفر. السؤال التالي. ما ديني شكل رباعي سين صاد عين لام. سين صاد اكبر من سين لام. وصاد عين اكبر من عين لام. عايز نسبة ان قياز زاوية سين لام عين سين لام عين اكبر من قياز زاوية عين صاد سين او سين صاد عين. احنا درسنا التباين في المثلثات. طيب هنا اصلا ما فيش مثلثات. يبقى انت لازم توصل احد القطرين. انا هوصل صاد لام. هيصبح عندي مثلثين. هنهاول احدد المثلث اللي فوق. المثلث اللي فوق عندي فيه سين صاد اكبر من سين لام. نسمي الزاوية دي زاوية واحد ودي زاوية اتنين. يبقى ايه العلاقة بين زاوية واحد زاوية اتنين. اه لا ان زاوية واحد اكبر من زاوية اتنين. لازم تذكر اسم المثلث. هتقول له كده في المثلث سين صاد لام. هتقول له كده بما ان سين صاد اكبر من سين لام. اذا قياس زاوية واحد اكبر من قياس زاوية اتنين. دي العلاقة واحد. بالمثل. بنفس الاسطوب. هسمي دي زاوية تلاتة. واسمي دي زاوية اربعة. بس هتقول له هنا في المثلث اللي تحت صاد عين لام. صاد عين لام. هتقول له بما ان صاد عين اكبر من عين لام. صاد عين اكبر من عين لام. هنستدنج على طول ان قياس زاوية تلاتة مقابلة لصاد عين. اكبر من قياس زاوية اربعة. مقابلة لعين ده. دي العلاقة اتنين. هتبتدي تجمع العلاقتين. زاوية واحد زاوية تلاتة هيديك سين لام عين. اهي. اللي هي علي مين. هتقول كده بجام. واحد وااتنين. هتلاقي ان قياس زاوية واحد زاوية. واحد زاوية تلاتة مجرد للنظر ممكن تبعها عطول. سين لام عين. زاوية. سين لام عين. اكبر من قياس زاوية. دين زاوية. هيديك سين صاد عين. سين زاوية. سين صاد عين. ويبقى انت كده اثبت المطلوب. اخر سؤال من الاسئلة. بديني مسلس. الف بق جيم. واخد دال تنتامي لالف بق. بحيس ان الف دال بيساوي الف جيم. عايز يثبت ان قياس زاوية الف جيم بق. الف جيم بق زاوية دي. اكبر من قياس زاوية بق. طيب. احنا هنبتدي نقوله ان الف دال بيساوي الف جيم. يبقى اصبح زاوية واحد. بتساوي زاوية اتنين. دي نظرية المسلس المتساوي الساقين. طيب. ايه اللي الاقم بين زاوية واحد. وزاوية بق. هتلاقي زاوية واحد اكبر من قياس زاوية بق. طيب ليه? لان زاوية واحد خارجة عن المسلس دال بق جيم. واحنا درسنا ان اي زاوية خارجة عن المسلس اكبر من قياس احدى الداخلتين ما عدا المجاورة لها. طيب انت اثبتت كده ان واحد اكبر من بق. طيب هي العلاقة بين الف جيم بق وزاوية واحد اكبر منها. ليه? لان الف جيم بق عبارة عن. زاوية اتنين بالاضافة الى زاوية بق جيم دال. جو اتنين اصلا ده جزء بيسوا واحد. يبقى من الاولى ان احنا نقول الف جيم بق اكبر من زاوية مين? زاوية واحد. طب ما هي واحد اكبر من مين? من بق? يبقى الف جيم بق اكبر من زاوية بق. اللي هو طالبها. على الشيء هلفة شوية. هتقول له اهوت بما انه. الف دال بيساوي الف جيم. اذا قياس زاوية واحد بيساوي قياس زاوية اتنين. دي العلاقة واحد. هترجع تقول له زاوية واحد خارجة عن مسلس دال بق جيم. اذا قياس زاوية واحد اكبر من قياس زاوية بق. دي العلاقة اتنين. لكن. قياس زاوية. الف جيم بق بيساوي قياس زاوية اتنين بالاضافة الى قياس زاوية بق جيم دال. عبارة عن مجموعة زاويتين. دي العلاقة تلاتة. معنى كده ان قياس زاوية الف جيم بق اكبر من قياس زاوية واحد. يبقى معنى كده ان قياس زاوية الف جيم بق اكبر من قياس زاوية طبعا واحد اكبر من مين? من بق. يبقى على طول اكبر من زاوية بق. وده هو المطلوب اللي عايز يثبته. ده كده يبقى احنا انتهينا من المراجعة بالنسبة لفرع الجابر وفرع الهندسة ان تستعيش لعجوك الفيديو. استفدت منه تعملينا لايك وشير الفيديو وسبسكرايب في القناة.